أختم بملف الانتخابات ربما هي أقل من ثلاث أسابيع ويبدأ النخب الأمريكي أنه هو يتوجه عشان يختار ساكن البيت الأبيض الجديد المنافسة طبعا هي مشتعلة ما بين ترامب وما بين جو بايدن طبعا الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وكنا عارفين طبعا أن اللعب الأساسي في فكرة الانتخابات وكان شديد التأثير هو اللوبي اليهودي ودي فيها جزء ديني لكن التطور الليفت للنظر أنه دلوقتي عندي لقيت الفكرة العقائدي أو الفكرة الديني بدأ يطغى من منطلق البروتوستانت أو حتى الكاثوليك هناك من يؤيد بايدن وهناك من يؤيد ترامب هل ده بعد جديد في الانتخابات الأمريكية؟ يعني هو صبعا الشعب الأمريكي رغم علمانية أمريكا لكن في النهاية لابد أن تجد في السخصية الأمريكية يعني أسرى ما للبعد الديني يعني الشعب الأمريكي رغم علمانياته الشديدة لكن في النهاية أعتقد أنه يعني لا يخلو من تأثيرات دينية واضحة وانا شايفين يعني قضية زي قضية الإجهاض قد إيه مؤسرة وقد إيه فارقة وقد إيه بتحدد النواقف ما بين أطراف بعينها يعني وتميزها وتفرق بينها هذا ومن ثم يعني أنه البعد الديني موجود ما أقدرش أقول أنه هو البعد الغالب لكن أقول أن تجاهل البعد الديني في حسابات الموقف الأمريكي عمل خاطئ غير خاطئ لأنه الأمريكان يعني إذا حكيت جلدهم كويس يابد أنك أنت هتحس التأثيرات واسعة للتوجه الديني يعني هم يعني تميزوا بهذا ويعترفوا بهذا ويقرعوا بهذا ويعني ده شيء مرحب بيه نعم طيب يعني إحنا يمكن بنقول أن غدا لنظره قريب وهنشوف خلال الأيام الجاية التطورات هتصفر عن إيه من سيعتلي سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية